فجأة بتلوح في الأفق أزمة وهي أزمة نهائي كأس مصر الكرة اليد بعد مشاركة اللاعب إبراهيم المصر نادي الزمالك بيقولك إنه اللعيب كان عنده كورونا وكان قاعد في المدرجات وبعدين فجأة لقناه في الإحماء فجأة لقناه في المبرى وبالتالي ما ينفعش وقال في مسحة لعيبة المنتخب وعلى أساسها هنشوف هنعمل ليه النادي الأهلي راح جاري مقدم المسحة بتاعت العينة بتاعت الرابط تست اللي بتؤكد إنه سلبي وبالتالي طلع الكابتن أيمن صلاح قدوا اللجنة اللي بتدير الاتحاد المصر الكرة اليد ونجم الزمالك السابق ومدرب الزمالك السابق وقعدوا مجل الزمالك السابق وراجل قال لك والله يا جماعة إحنا المسحة اللي كانت معمولة في نهاء الدوري كانت ماشية على الكاس وبالتالي ما عندناش مشكلة النادي الأهلي قدم كمان رابط تست للعيب إنه كان سليم فخلاص ما عندناش مشاكل وقال لك التلاتة في العزل وحالتهم مطمئنة والناس دلوقتي يعني المعسكر ومستمر كما هو هو كان كمان المسحة بتاعة المنتخب إبريم المصري وعمر يسين وعمر سامي عندهم فيروس كورونا ده لأن الاتحاد عمل مسحة هنا برضو نرجع نقول يعني خلي المسحة على حساب الأندية بس من مكان واحد لأنه الزمالك بيعمل في مكان والأهلي بيعمل في مكان والاتحاد بيعمل في مكان وناس ما بتعملش والناس بتعملها في السريع يعني كده أي كلام يعني فخلاص احنا محمد الشنو اللي قاب مباراة سموحة وكان قبلها بيوم طلع سلبي واللي قبلها بيومين طلع سلبي فكل الدنيا بتاخد أربعة أيام خمسة أيام أسبوع أو حط نظام قوله أنه يطلع سلبي يطلع يلعب على طول في ساعته كمان كابتن آمن صراحة قال إن الاتحاد الهد ما بيلزمش الأندية إنها تعمل مساحات عشان الكشف على فيروس كورونا إلا اللعبة اللي تصابت بكورونا قبل كده قبل المباراة يعني أصلا مفيش إلزام من اتحاد كورتليات وده سرخنا عليه ماشي طالما إنت هتحمل الأندية بس هعمل إلزام لأنه ده أعتقد حيكون مهم